السلام عليكم المحاضرة رقم 10 نتكلم على الترانسفورمر فيها إثباتات كثيرة نحن مش مطالبين بالإثباتات لكن طبعا لازم تشوف الإثبات علشان تقدر تستخدم القانون في الآخر نحن نتكلم على حكتين اتنين الانية الترانسفورمر والايدية الترانسفورمر أولا الترانسفورمر هو المحول الكهربية له ثلاث فوائد بالنسبة للاستعمال في الباور يبقى له ثلاث فوائد يستخدم في رفع الجهد الكأرابي ويستخدم في خفض الجهد الكأرابي وبفعض كأرابي و أن يستخدم في عزل الدايرة للإنبوت عن الـ و يستخدم في مجال الاتصالات بينقل ذلك والصيحrze و removes بدأته و أجهزة التحكم ويستخدم في قياس الطيار و القياس الجوط لو جينا لتعريفه كده ببساطة بيقعوا عبارة عن جهاز بمبنى عمله على نظرية المجنيتك قبلنج يعني ايه المجنيتك قبلنج؟ يعني هو بيحاول الالكتريكال انرجي الى الالكتريكال انرجي بس بنفس التردد دي وعا تنسى دي بيشتغل نفس التردد يعني ايه؟ يعني بيشتغل في الاسي ما بيشتغلش في الدي سي يا جيبه اول حاجة تعرافها ان ال VER تنسفرمر بيستغلش مع الـ AC بيستعملش مع ال Direct MC ثانية حاجة بتستعرفها انه هو بحاول الالكتريكال انرجي الى العالة بدنفس التردد ومقول ايه اللي بيختلف؟ اللي ممكن يختلف عندي الجهد والطيار يأك Bei رفع الجهد وبالتالي هي ا dévelopفع الطيار يأك استغلح مع القيار اليلكتريكا. فهو بيياخد bestinter headlights. يحولها ال magnetic energy. وبعدين يحول conversation entities الى electric energy. بالتياج الجديد بتاع the volt والطي prevalent. الترانسفورمر بيستخدر زي ما قولنا في communication وفي ال power circuit. في ال communication بيسموه دايما linear transform. بيسموه دايما linear transform. اللي بيستخدر في ال bar بيسموه ideall transform. احنا بنقول على�� أجنا بس احنا هنقول عليه ايديال هنا عشان احنا بنهمل حاجات في الاسبتات الرياضية فبنقول عليه ايديال عشان كده بنقول الايديال ترانسفورمر او الباور ترانسفورمر بيبلو كور فرو ماجناتك كور من مادة قابلة للمغناطة وملفوف عليها اتنين ويندج ملفوف عليها اتنين ويندج بتتصل بالسبلي بسميها البرايماري ويندج يهاب عبارة عملفين ملفوفين على كور حديد او كور من المادة قابلة للمغناطة الكويل اللي متصل بالسبلي اسمه برايماري ويندج والكويل اللي متصل باللود اسمه Secondary Winded كل ملف كل كويل له مقاومة علشانه عباره عن سلك كهرباء يبقى له مقاومة بالنسبة للبغي مالي باسمها R1 بالنسبة للسكنداري اسمها R2 ولو الاندكتز اللي انه ملف فالاندكتز يبقى له L1 في البرماري ولو L2 في السكنداري علشان ال L ده تبديك وبين 2 كويل علشانهم على مجنيتك كور هيبقى في ايه في ميوتشوال بينهم في ميوتشوال كابلينج بينهم ده ما انت شايف الرسمة اللي قدامك اهو ده رسمة الترانسفورمر الترانسفورمر اللي قدامك ده البرماري هو لناحية السورس ومكتوب عليه سورس واللي بيتوصل بالسابلاي اسمه باس والسابلاي دايما لازم له احنا انتبعنا ان احنا في الاسي بنقول ميوتش يبقى له زد اس الناحية التانية اللي على عيدك اليمين باين اللود قدامك هو زد ال وبعدين الاتنين متموثلين بكلمة الترانسفورمر اللي بيتمثله الترانسفورمر جي اوميجا ال لون و جي اوميجا ال لتو يبقى لو واحد قالك الترانسفورمر بيغير التراد ايه مش بتعتمد على المجنيتك فيه ادي الرفليكتد امبيدا بعد كده بقى يجي لل ايديال ترانسفورمر وهو اسم الفعلي باور ترانسفورمر و بيقولوا عليه ترانسفورمر على طول كده الايديال ترانسفورمر بيكون من اتنين برضو ماجنيتك تيرنس او ماجنيتك كاليتيرنس او اتنين كويل ملفوفين على اير نكور مصنوع من الحديد كمادة مغناطيصية الملف الاولاني لهه عدد لفات اسمها ل واحد والملف التاني لهه عدد لفات اسمها ل واحد في حساباتنا هنعتمد ان ال الوحد السيل في الندكتنس بتاع الملف الاولاني بتساوي ال 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 بتاع الملف التاني بتساوي ما لا نهاية ده مجازا في الاعتبار عشان كده سمناها ايديال ترانسوورمر دي كله عشان نبست معادلات الرياضة على من يوصل للقانون وبعد كده بصود بيبقى بترجع للأكشوال فاليو هنا بيقول لك اللي هو الجزر التربية اللي واحد في اللي اتنين هيبقى بواحد يبقى دلوقتي الفرض اللي احنا هنفرضه عشان نحسعد حل الرياضة اللي هو جزر اللي واحد في اللي اتنين اللي واحد بتساوي اللي اتنين بتساوي انفينيتي وان احنا بنهمل بتحوال تعامل ه lead deliver 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 you afterward يعني كان ماليو شنفع جميع مقاومة جميعين واجcentury مقاومة اجيد زد اب قانون اللي احنا لسه كنا جايبينه هناك اللي هي طلعت زد واحد واحد زياد امُجة تربيةه وتربيةه على زد اتنين umm او طلعت R واحد زيد ج امجه L واحد زيد امجه تربية m تربية على 우리 ع Также احنا عارفنا انها عبارة عن ار اتنين اتنين زائد جي اكس اتنين اتنين. وجبنا الزين ابي. يعني نفس الكلام ده مش هيفيد معنا في حاجة في ان احنا نوصل غير ان احنا نجيب الاكس ايه دي ودية مش هتفيدنا دلوقت في حاجة في الاسبات. تعال نعرف حاجة اسمها لسكيلنج فقط. احنا بنقول ان الملف بتاع البرايمري عدد لفات وان واحد. الملف بتاع السكندري عدد مللفات وان اتنين. لو انا عصمت ان واحد على ان اتنين بنقول عليها thiكيلنج فقط. ثاني كده.uuuuعجي دلوقت اتنين، اقول ان اعمال علي ملفات بتاع الملف الاولاني ان واحد. على العدد بتاع الملفات بتاع الملف التاني ان اتنين. الناتج ده اسمه واحد علي ايه بنقول علي اليه thiكيلنج فقط? يبدأ thiكيلنج فقط。 بساوي ان واحد على N2. عدد ملفات البرايمري على عدد ملفات السكن. هلاقي الزيد AB بتسوي ايه? هلاقي الزيد AB بتسوي R1 زائد R2. بس R2 دي جاية من الدايرة بعد الماجنيتك فيل. بدام جاية بعد الماجنيتك فيل دي وبجعمل لها ريفير للبرايمري يبقى تضرب في السكيلينج بفاكتور تربية. يعني R2 بضربها في N1 على N2 لكل تربية. يبقى انا بجيب السكيلينج بفاكتور الايه? الواحد على ايه? بيسوي N1 على N2 تربيع. هو ده اللي بضربه في المقامة بتاع السكنداري وتطلع تجمع مع المقامة بتاع البرايمري. نفس الكلام بعمله للإكسات. الـ XL بتاع اللوت والـ R بتاع اللوت برضو بيتضربه في السكيلينج بفاكتور تربيع في N1 تربيع على N2 تربيع. يبقى دلوقتي البرايمري بيشوف السكنداري بعد ما يتضرب المقاومات بتاعته المقاومة والـ X يتضربه في N1 تربيع على N2 تربيع. هو ده اللي انا عايزك تحفظه. يبقى كل اللي انا عايزك تحفظه في حل المسائل بنعوزه. الاسبتات دي كلها ما احناش مطلبين بها في الامتحال. لو انا جيت هنا امثل عشان الدواء الده الاتنين كويل عشان اجيب لك علاقة بين الـ V1 والـ V2. الـ V1 هو الـ V بتاع السابلاي والـ V2 هو الـ V اللي راح لللوية. بعد الاختصارات اللي احنا قلناها هلاقي V1 على V2 بتساوي N1 على N2. يبقى تحفظ معايا دلوقتي. اني. اني الواحد على N2 هو الاسمال الخلف والحرم. وهي بتساوي جزر L2 L1 على L2. يبقى الـ N1 على L2 هي عدد ملفات الاولاني على التاني. هي الجزر التربيعي للـ N2 على L2. يبقى we've got V1 على V2. في بتاع الدخل للبرايمر. بالنسبة للدخل للخرج من السكندري بتساوي N1 على N2. الطيار احنا متفقين فاول محاضرة ان دايما الطيار بيبقى عكس الغبط. يبقى برضا عندي I1 على I2 هتساوي بقى العكس N2 على N1. يبقى اهم القوانين هاخدها واستعملها في حل المسائل. ان I1 على I2 بتساوي N2 على N1. V1 على V2 بتساوي N1 على N2. V1 قصدها N1. V2 قصدها N2. لما بتجي تكتب يساوي بتعكس مكان V1 تبقى مكانها I2. عشان V عكس I. لو جاينا نبص التحديد البولاريتي بتاع الفولت والطيار بالنسبة للرشيو بتاع ال N1 و N2. باختصار خالص كده ما تلخفنش نفسي. انت هتبص للطيارات بص للاربع رسومات اللي مرسومين قدامك ده. لو لقيت الناحيتين بالنسبة للفولت بالنسبة للضط بتاع الفولت. الفولت لو اللي اتنين زي بعض. يبقى تستخدم الاشارة بلاس. يعني ايه؟ يعني حاجة كده للرسمة الاولانية نقول اللي انا بقوله لك. بالنسبة للفولت. V1 على V2 بتساوي N1 على N2. نكتب اشارة سالب ايه؟ مجابة. طيب لو الاشارة. عند الاتنين. يعني انت لما تيجي تبص الاشارة اللي عند انت تعالى في الرسمة اللي بعدها. هتلاقي الاشارة بتاع V1 مجابة عند الضط. والاشارة بتاع V2 سالبة عند الضط. يبقى V1 على V2 بتساوي برضو N1 على N2 بس بتحط اشارة سالبة. واضح? يبقى الضط نوتيشنات. نيجي للرسمة مثلا التالت. تبص للتالتة كده. هتلاقي V1 مجاب عند الضط. و V2 مجاب عند الضط. يبقى الاشارة بالموجاب. V1 على V2 هتساوي N1 على N2. الرسمة اللي بعدها هتلاقي اشارة موجابة عند الضط في واحد. وسالبة عند الثاني يبقى الاشارة بالسالب. V1 على V2 بتساوي N1 على N2 بالسالب. احنا التفاعل ان اللي بيتقلل هولت عكس اللي بتقلل الطيار. يبقى لو انا عند الطيارين خارجين من الضط داخلين الكوين. يبقى الاشارة ايه؟ سالب. تاني لو الطيارين خارجين من الضط داخلين الكوين زي الرسمة الاولانية كده. يبقى A1 على A2 هتساوي N2 على N1. خلاص احنا عارفين اللي جابة N2 على N1. طب الاشارة بقى? الاشارة ايه؟ لو الطيار خارج من الضط داخل للكوين في الناحيتين يعني الاتنين زي بعض هتبقى الاشارة سالب. يبقى الفولت لو الاتنين زي بعض هتبقى الاشارة موجاب. الطيار لو الاتنين زي بعض هتبقى الاشارة سالب. بص للرسمة التانية. هتلاقي الطيار خارج A1 خارج من الضط للكوين. وفي A2 خارج من الكوين للضط. يبقى الاتنين عكس بعض هتبقى الاشارة ايه؟ موجاب. بالنسبة للطيار. يبقى بالنسبة للطيار لو الاتنين خارجين راحين الكوين لو الاتنين متتفقين مع بعض. يبقى الاشارة نيجا. وانما البولت بتبقى بسط. وتطبق الكلام ده على التلاتة رسمات زي ما مكتوب قدامك الاربع احتمالات اللي ممكن يوجود. دلوقتي لو انا جيت بسيت لـ A و B و C التلاتة رسمات هو نفس الترانسفورمر. احنا بنقول ان الاسكيلينج فاكتور بيساوي N2 على N1. وهو رامازون ايه? N2 على N1. لانما اسم الاسكيل فاكتور N1 على N2. هو واحد على ايه? والاسم ده بيتغير في الكتب. ساعات يقوله على الايه يا الاسكيل. يعني N1 على N2 يا الاسكيل. وبعد الكتب بتقول N2 على N1. انت هتمشي على N1 على N2 يا الاسكيل. هنا بص كده N1 بخمسمية. N2 N2 بألفين وخمسمية. العلاقة بينهم كام? لو اسمت الطرفين على خمسمية بان مفيش اختلاف. يبقى العلاقة بينهم واحد لخمسة. ونفس الدوت موجودة هنا. طيب لو انا اسمت تاني على خمسة. يبقى الاجابة خمسة الى واحد. ايه هي? لان انت اللي يمك ايه? النسبة. N1 على N2. اما الاشارة بنقول ان لو الفولت موجب عند الاتنين ضوت. لو الفولت متفق يبقى الاعلاقة بالموجب. لو الاشارتين عند الضوت مختلفين. يبقى الاشارة بالسالب. ده للفولت. يبقى الطيار بالعكس. بس اشارة الطيار ايه? انه بيدخل الكويل ولا بيخرج من الكويل بالنسبة. كأن الار بتاع السكنداري هو مدالك بتين سبعة وتلاتين ونص ميلي اوم. تحوال باوم. تبقى علامة اتنين تلاتة سبعة خمسة. يبقى الدائرة قدامك هي دائرة سيركل بقى. ما بقاش فيها مشكلة. انت دلوقتي شوفنا اتجاهات الاشارات. قلنا ان اف بي واحد على بي اتنين. هتساوي ان واحد على ان اتنين. هتساوي اي اتنين على اي واحد. الاشارات بسطة بتاع النسب. طيب نكتب الفيزر كده لللوب الاولانية. اللوب الاولانية الفيزر يبقى الفي صب لاي لالفين وخلسمية وانجل زيرو. هتساوي الخمسة وعشرين من مية زائد جي اتنين مضروبة في اي واحد زائد الفي واحد. ادي اللوب الاولانية. اللوب التانية بتقول ان الفي اتنين بتساوي الاي اتنين مضروبة في علامة 2375 زائد جي خمسة من مية. يبقى الفي اتنين بتساوي اي اتنين مضروبة في علامة 2375 زائد جي خمسة من مية. ادي اللوب التانية. النسبة بتاع الترانسفورمر في واحد على في اتنين بتساوي عشرة. في واحد على في اتنين بتساوي عشرة على واحد. يبقى في واحد بتساوي عشرة في اتنين. والعلقة بتاعي الطائرات اي اتنين بتساوي عشرة اي واحد. يبقى انا عندي دلوقتي كاب امجهول يبقى كم مجهول اربعة يبقى انت محتاج كم معادلة محتاج اربعة اول معادلة عندك بتاع اللوب الاولانية المعادلة التانية بتاع اللوب التانية اللي في اتنين بتساوي علامة 2 3 7 5 زائد G 500 مضروبة في اي اتنين الاكوشن التالتة في واحد بعشرة في اتنين الاكوشن الرابع اي اتنين بعشرة اي واحد صفيهم بقى انت في الرياضة مع بعض براحتك هيطلع ان الاي واحد بمية وزاوية ناقص 16 وهيطلع الفي واحد هتطلع ب 2427 وزاوية سالب 4 مطلوب منك تكتب دول في صورة الاي في صورة الانستانتين وانزي فاليو بتكتب ازاي المية وانجل ناقص 16 بتكتب 100 كوزاين الاوميجان تعريفها كتب 400 في الراس المسألة يبقى ربية كوزاين ربعمية تي الانجل اللي عندك في الفيزر ناقص 16 تكتب اي انا ناقص 16 الفي واحد هتكتب ازاي 2427 كوزاين ربعمية تي انا الانجل بالسالب ناقص 4 يبقى الانجل بالسالب ناقص 4 موسيقى موسيقى